بسم الله مولا في التوقف الأنجبت وحباً فأنجبت خيراً خلق الله إنساناً بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا عمير بن إسحاق كان من أصحاب سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب حفيس سيدنا النبي كان قاعد معه في مرة وهم قاعدين قبلوا سيدنا أبو هريرة وعد عليهم فقاعد معهم شوية بعد كده سيدنا أبو هريرة طلب طلب غريب قوي من سيدنا الحسن قال له خليني أبوس مكان ما كان بيبوسك سيدنا النبي فراح كشف سيدنا الحسن عن بطنه قبل سرته فكان أي حد كان بيتمنى أنه هو يلامس أي حاجة لمسه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فم سيدنا النبي صلى الله عليه كان آية من آيات جماله فكان ضليع الفم سيدنا هند بن أبي هالة بيقول أن سيدنا النبي كان فمه ضليع الفم وضليع الفم يعني واسع الواسع ده مش معناه أنه هو واسع وكبير فده يبقى شيء معيب لأنه احنا اتفقنا رأس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الجمال والعظمة اللي كان مناسب مع بقية تفاصيل وجهه الشريف صلى الله عليه فكان الفم كان فيه وسع جميل مع اتساع والاتساع ده دليل على القوة والثبات فالفم المتسع ده ده دلالة على أنه قوي وثابت وفصيح صلى الله عليه أما عن أسنان سيدنا النبي فديه كانت حكاية كانوا بيوصفوه بيقولوا أشنبوا الأسنان وأشنبوا الأسنان يعني الأطراف بتاعتها متحددة فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الأسنان كانت منظومة كلها جم بعضيها كأنها لؤلؤ فكانت الأسنان متحددة مع لمعان وما بين الثنيتين الثنيتين اللي هم الأسنان السنتين اللي ما بيكونوا ما بين النواجد اللي هم ما بين النبين اللي هم السنتين العليوتين السنتين اللي في الأعلى والسنتين اللي في الأسفة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السنتين دول كان فيه يعني انفراجة بسيطة جدا بقدر ملي تقريبا فدي كانت فيها جمال وكمال من سيدنا النبي كان لما يجي يتكلم كان الصحابة بيقولوا كنا اذا تحدثة رسول الله صلى الله عليه وسلم او حتى لما كان بيدحك كانت النور كان بيخرج médiو ما بين ثانيتين صلى الله عليه وسلم فالاسنان المفلجة دي دلالت على حسن اخلاق سن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دلالة على حسن اخلاق صاحبها اصل كل جمال اما عن الاسنان المعتدلة ولما بتكون متساوية وامضار الجمال والبهاء ده فها بتدل على ذكاء الانسان طبعا ما فيش اجمل من ذكاء ولا اكبر ولا اعظم منه صلى الله عليه فكانت أسنانه بتاحها متحددة بلمعان بنور بجمال كان أي حد يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدوب أول ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم أو بيدحك زي ما قال سيدنا الإمام البصيري كأنما اللؤلؤ المكنون وفي صدف من معدين أي منطق منه ومبتسم كان سيدنا النبي لما بس يكشف لهم بس عن جمال سنانه كأن خرزات لؤلؤ كانت متصنفة أو مرصوصة جنب بعضيها سيدنا عبد الله بن عباس بيقول سيدنا النبي لما كان بيجي يتكلم كنا بنشوف النور بيخرج ما بين الثانية سيدنا النبي مش نور معنوي لأ ده نور حسي إحنا كنا بنشوف النور ده صلى الله عليه وسلم كان لما يجي يتحك كانت أسنانه كانت تنور في الجدار كان الضوء بتاعها يظهر في الحيطة اللي قدامهم مش نور معنوي تاني بس ده كان نور حسي صلى الله عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيهتم بيحب أنه يهتم بأسنانه وبتخارط فمه وفي نهاية تكون دائماً رحيتها كويسة ده مش عشان سدنا النبي مثلاً ممكن ان يحصل ان مثلاً أسنان تكون رحيتها مش كويسة أو حاجة صلى الله عليه كان أصل الجمال عمره مكان فيه حاجة فيه موطن قبحة أو موطن حد يشمئز منه صلى الله عليه لكن كان كل حاجة فيه هي موطن جمال وموطن أحلى حاجة في الدنيا فكان بيعمل كده وكان بيهتم بنظافة أسنانه وفمه كان بيؤمر بكده بدعه لشان يكون تشريع للناس فكان دائماً يقول حبذه المتخللون من أمتي يعني يقول له مين هم المتخللون يا رسول الله يقول له المتخللون لما بييجوا يتوضوا بيتوضوا كويس بيخلوا الوماية توصل لكل حتة في فمهم وحتى لما بييجوا ان هم يجوا وقفوا يصلوا كان ما ببقاش فيه بقايا الطعام ما بين أسنانهم لأن الملايكة ما كانتش بتحب تشوف المنظر ده ما كانت بتدايق ان يكون فيه المنظر ده موجود ما بين الأسنان كان دايماً بيشجعهم ويقول لهم السواك مطهرته للفم مرضاته للرب دايماً حافظوا على أسنانكم دايماً اهتموا بيها وبرحتها يعني وصل من شدة الأمر ومن شدة الحرص على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يبقى فمها فيها من ريحة الجمال قال لهم لو لأني أشق على أمتي لفرطت عليهم السواك يعني لولا أن أنا بس خايف على أمتي أن الموضوع يبقى شديد عليه وأنا كنت أمرت بهم أنهم يستخدموا السواك بعد كل صلاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كل حاجة فيه على صفة الكمال والجمال كان من أحسن عباد الله شفتين وألطفهم ختموا فم وختموا فم يعني لما سيدنا النبي لما كان شفيفه تقفل على بعضها ما كانت فيه زي كده في الدنيا أبداً ولا كان فيه نعيم بعد كده سيدنا الإمام الهامداني بيقول بأن سيدنا النبي لما راح للسيدة حليمة السعدية وهو كان في عمر الطفولة فكان علشان تردعه كانت مرضعته السيدة حليمة فصدر السيدة حليمة ما كانش فيه لبن بس أول ما لمسته شفيف سيدنا النبي وأول ما لمسه فم سيدنا النبي يعني اتمل باللبن وحتى أخوه في الرضاعة كان اتهنب ببركة لمسة سيدنا النبي صلى الله عليه حتى في غزوة أحد لما صرخ إبليس عليه لعنة الله لما قال إن محمداً قد قتل والمشركين حاولوا إن هما يتجاموا على سيدنا النبي وحصل إن سيدنا النبي تجرح في وجهه الشريف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كمانا يتجرح في شفيته السفلة تجرح جرح كبير قوي لدرجة إن هو تعب جداً وقعد وقت كبير إن هو تعب بالطريقة دي لدرجة إن سيدنا عبد الله بن عباس بيقول إن اشتد غضب الله على من قتله نبي الله أبي بن كعب اللي إحنا كنا تكلمنا عليه واشتد غضب الله على من قدمى وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم فمرة سيدنا النبي كان قاعد مع أصحابه وكان قاعد مع سيدنا الحسن فبيهزر مع سيدنا الحسن فبيخرج للسانه فحمرت لسان سيدنا النبي بانت فأول ما شاف سيدنا الحسن فبدا إن هو عايز يصلىها ويلعب فيها بأيديه فشافوا واحد من أصحابه استغرب يعني يا سيدنا النبي أنت بتعلم كده ليه؟ لأنى عندي مجموعة من الأولاد يعني مجموعة كبيرة من ساعة متولدnon حتى بما الإنسان فيهم بقى كبيرا وبقى عنده ليحية ولا بسته حتى طب миним فأنا أفعل لك.. إي يعني أأمل كلك إن أزع الله بك إن أزع الله منك الرحمة يعني من لا يرحمミ لا يرحم sweetie وفي مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني اتعزم على أكل فهم قاعدين وخلاص يعني بعد أما أكلوا فقام فالقوم ي двوروا عليه يقومون يعني رايح من يا سيدنا النبي يجب اني تقعد معنا شوية فوى كان يدور على حاجة معالرة بدور على سن الحسين فشف سن الحسين وسن الحسين كان سن النبي ﷺ رايح عشان يغض يلعب معي فاول ما شفوا رح تلعي يجري عايز يهزر مع سن النبي برد عايز يلعب معاه سن النبي مش معي برد فiedzل يهزر معاه بدأ يستخبقله لحده ما مسكه مسك إدين بييد بكاف من عند رأبته وكاف من عند iterateه من فوقه ورح مقبله صلى الله وعليه وسلم وفي مرة أحد الصحابة بيقول سقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من سويق مكان حاجة بيتخط فيها مية هو شرب أولها وأنا شربت في الأخ فبيقول لحد النهاردة أنا حاسس أن الشربة اللي أنا شربتها دي حاسس بيها لما أجي أجوه وأحس أن أنا شبعان يعني دي بتكفيني ودي بتقويني ودي بتهوني علي أي حاجة في الدنيا وفي مرة السيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمه سلين ومسلامي دي كانت من كبار الصحابة ومن كبار الناس اللي دايبة في جمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فشافت سيدنا النبي بعد ما خلص قعدته وقايم فلاقت فيه حاجة متعلقة فيها مية قربة فيها فيها مية يعني شال الغطى من عليها وشرب وخرج بره البيت راح يعني يشوف أشغاله صلى الله عليه فأول ما ومسلامي شافت الموقف ده راح تجايبه قايمة مسكة القربة دي وراح تقطعت المكان اللي شرب منه سيدنا النبي الناس ما بتهزرش وخبتها ودي كانت معاها طول حياتها والله أعلم دلوقتي يعني كان إيه مصيرة في النهاية سيدنا النبي كان عالف أن أي حد حيبقى نفسه يكون موجود في الموقف بتاع أمه سليم وكان عالف أن أي حد كان هيتمنى أنه هو يلمس أي موضع من من سيدنا النبي فلما كان عند الكعبة وهو في أثناء حجه أو في أثناء عمرته راح عند الحجر الأسود الحجر الأسود اللي هيفضل موجود لحد يوم القيامة اللي هيتوافد عليه أمه لا إله إلا الله وأمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من بداية بعثته لحد أما ربنا يقدم ويشاء أن يوم القيامة ييجي فراحاً لحجر الأسود قبله على شأن اللي يجي بعد كده يعني يدوب يلمس مكان قبله سيدنا النبي صلى الله عليه عند درجة السن عمر لما كان بيروح هناك وكان ييجي يبوسه يقول أنا عارفك أنت يعني ولا هتضرني ولا هتنفعني أنا بس كل الحكاية أن أنا شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبوسك فأنا مقدرش ما اس stewardship مكان ما لمضتش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلام عن سيدنا النبي عمره ما يخلص وعن جمال عمره ما هيخلص ولا هينتهي احنا لسا مكملين كلام عن سيدنا النبي وعن جمال سيدنا النبي وعن دلال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على صفحتنا على الفيسبوك وصلى الله على أصل الجمال والكمال ومنبع كل جمال وكمال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه هو الحبيب الذي ترجى شفاته لكل هول من الأهوال مقتحيم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسامي أكرم بخلقي نبي إنسانه وخلقهم بالحسن مشتملين بالبشر متاسمي كأن ملق له المكنول في صادفين من بعد لي منطق من هو متاسمي هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب